كل يوم من التصعيد في غزة يزيد من وقع المأساة على الفلسطينيين داخل القطاع في ظل أوضاع إنسانية كارثية إذ حذرت الأمم المتحدة من انتشار الجوع في القطاع وأن الناس يكافحون من أجل العثور على المياه النظيفة والطهام وأن عشرات الألاف من الأشخاص يبيتون في الهواء الطلق وذكر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أن مليون ومائة ألف شخص في غزة يعانون من مستويات جوع كارثية والأوضاع أكثر سوءا في الشمال في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% وتوقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة في حين قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن نحو مليون وسبعمائة ألف شخص أي أكثر من 75% من السكان تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى داخل غزة واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة ولاذا كثيرون بمدينة رفح على الحدود مع مصر حيث تهدد إسرائيل منذ شهور بشن هجوم الأمر الذي أذكى المخاوف من تفاقم الإزمة الإنسانية ويتكدس النازحون في ملاجئ داخل أو بالقرب من مرافق الأنروا مثل المدارس وفي خيام مؤقتة أو منازل لم تدمر تماما في الحرب